السير كيني دالجلش هو أحد أساطير منتخب إسكتلندا وأنديد سيلتيك الإسكتلندي وليفربول الإنجليزي كلاعب وليفربول وبلاكبيرن روفرز كمدرب اتولد دالجلش في 4 مارس عام 1951 في دال مارنك في أقصى شرق جلاسكو ظهر مبوغ المبكر في كرة القدم وتم اعتباره من أفضل خمس ناشئين في دوريات المدارس في إسكتلندا وقدم في اختبارات واستهام الإنجليزي وليفربول الإنجليزي ولكن للأسف ملقاش نجاح بقميص سيلتيك من 1967 وحتى 1977 وقع دالجلش أول عقد احترافي سنة 1967 مع نادي سيلتيك الإسكتلندي رغم أن عيلة دالجلش بالكامل كانت من مشجيع غريم التقليدي رينجرز بس سيلتيك خطفه الأول في أول سنواته لسيلتيك تم أعارضه لنادي الهواء كومبرنولد يونيتد وأحرز معهم 37 هدف في دور الهواء وعند بداية السنة التانية كان مدرب سيلتيك وقتها ستاين عايزه يفضل سنة كمان بس دالجلش كان عايز يبدأ حياته الاحترافية وبالفعل وافق المدرب وتم قيده في الفريق الاحتياطي لسيلتيك الفريق الاحتياطي لسيلتيك وقتها اتعرف تاريخيا باسم كواليتي ستريت جانج علشان ضم الشباب أصبحوا من أساطير الكرة بعد كده زي داني ماجران وجورج كونلي ولوي مكاري وديفيد هاي وكانت أول مباراة ليه مع سيلتيك في دور التمانية كأسي سكوتلندا أمام نادي هاملتون أكاديميكا في 25 سبتمبر 1968 في موسم 68-69 بلعبوا بالكامل مع الفريق الاحتياطي وسجل خلال 17 مباراة أربع أهداف فقط وفي السنة اللي بعدها اتحول مركزه لنص الملعب وده تساعده ان مستوى يتطور جدا وده خل المدرب يشركه أساسي في مباراة في الدولي في 4 أكتوبر 69 وما سجلش في المباراة ولا حتى أول 3 مباريات لعبهم أساسي مع الفريق بس المستوى في الموسم ده كان رائع مع الفريق الاحتياطي وسجل خلال 31 مباراة 19 هدف وفي الموسم اللي بعده كمل مستوها الرائع مع الفريق الاحتياطي خاصة في نهاي كأس الاحتياطيين قدام رينجلز بس برضه لسه ما بقاش أساسي مع الفريق الأول لسلتك وأخيرا في موسم 71-72 بدأ يلعب دالجلش أساسي مع الفريق الأول وسجل سنتها 29 هدف من 53 مباراة وفاز بالدوري السابع على التوالي وقتها لسلتك وكمان الكاس وفي عام 72-73 أخذ هداف الفريق الأول بإحرازه 39 هدف في جميع المسابقات وأخذ سلتك الدوري والكاس تاني وكذلك 73-74 أخذوا الثنائية مش بس كده لأ ده الفريق وصل لنص نهائي البطولة الأوروبية وخسر قدام أتلتكو مدريد في موسم 75-76 تم إعطاء الشارع لدالجلش ولكن الفريق لأول مرة من سنين ما خدش أي بطولة بسبب إصابة المدرب في حادث سير سيارة وغيابه عن الفريق معظم فترات الموسم ورجع الفريق مع رجوع المدرب موسم 76-77 للحصول على الثنائية وأخذ دالجلش الهداف كالعادة وأحرز 27 هدف وبعد ظهوره في 320 مباراة مع سلتك وإحرازه 167 هدف انتقل دالجلش لصفوف نادي ليفربول بعد صفقة قياسية وقتها قدرت بـ 440 ألف جنيه سترليني ولكن جماهير سلتك اضيقت جدا من الصفقة وتم الهتاف ضده بسبب تركه للنادي بعد كل السنين اللي أضاه فيه بقميص ليفربول من 1977 وحتى 1990 ليفربول تعقد مع دالجلش علشان يعوض رحيل كيفين كيجان وكانت أول مباراة ليه هي أول مباراة في الموسم في نهاية الدرع الخيرية قدام منشستر يونيتد في 13 أغسطس 1977 هداءه في أول موسم مع ليفربول كان مبهر لعب في الموسم ده 62 مباراة وأحرز 31 هدف بما فيهم هدف نهاية دوري أبطال أوروبا على ملعب ويمبلي قدام بروج في موسمه الثاني أحرز 21 هدف في الدوري كرقم قياسي للنادي وأخذ جايزة أحسن لعب في الدوري الإنجليزي وما غابش دالجلش عن أي مباراة لليفربول لحد موسم 80-81 اللي فيه أخذت الليفر المركز الخامس على الدوري رغم كده حصلت ليفربول على كأس أوروبا وعلى كأس الدوري الإنجليزي وفي السنة اللي بعدها استعاد حساسيته للتهديف وأحرز 13 هدف وأخذ الليفر سنتها الدوري رقم 13 في تاريخه والتالت من ساعة ما دالجلش تعقد مع النادي وفي موسم 82-83 عمل شراكة مذهلة مع آين راش وأخذ أحسن لعب في الدوري سنتها مع إحرازه لـ 18 هدف والمدة سنتين قل معدله التهديف شوية رغم أنه فضل أساسي مع الفريق وبعد اعتزال المدرب جوو فاجان التدريب استلم مهم التدريب الفريق مع احتفاظه بمركزه كلاعب بس قل معدل ظهوره لـ 21 مباراة في الموسم فقط رغم كده فهدفه في مرمى تشيلسي ساهم أن الفريق يحصل على الدوري السنتاشر في تاريخه وده موسم 85-86 وفي موسم 86-87 فضل أنه يقلل من ظهوره ويعطي فرصة للناشئين أكتر ولعب فقط 18 مباراة أحرص خلالهم 6 أهداف وفي موسم 87-88 ما لعبش غير مباراتين فقط لا غير وفي موسم 88-89 ما لعبش ولا مباراة بس الفريق تحت قياته أخذ بطولة الدوري رقم 17 وآخر مباراة لعبها في حياته كانت في 5 مايو 1990 قدام فريق ديربي كاونتي بسن 39 سنة كأحد أكبر اللاعبين في تاريخ النادي أما آخر أهداف دالجلش كان في 18 إبريل 87 قدام نوتنجهام فورست في الدوري بقميص منتخب إسكتلندا من 1972 وحتى 1986 لعب دالجلش مع منتخب إسكتلندا 102 مباراة وده يعتبر رقم قياسي إسكتلندي وأحرص خلالهم 30 هدف وده كمان رقم قياسي إسكتلندي شارك دالجلش مع منتخب إسكتلندا في كاسين عالم 1978 في الأرجنتين و1982 في إسبانيا مدربا لليفربول من 1985 وحتى 1991 تالجلش استلب مهمة تدريب ليفربول موسب 85-86 وحصل في الموسم ده على الثنائية لأول مرة في تاريخ النادي أخذ الدوري بفرق موططين عن إيفرتون وكسب برضو إيفرتون في نهاي الكاس ولكن موسم التاني 86-87 كان بدون أي بطولات رغم وصوله لنهاي الكاس قدام أرسنال بس خسر بنتيجة 2-1 وفي صيف سنة 87 عمل إحلال وتجديد رائع وبنى فريق في غاية القوة لدرجة أن الفريق الموسم ده لعب 37 مباراة متتالية بدون هزيمة منهم 29 مباراة في الدوري وسنتها حصل الفريق على الدوري بس خسر نهاي الكاس قدام فريق مغمور اسمه ويمبلدون وفي صيف سنة 88 تعقد النادي مرة تانية مع المهاجم الفذ آيان راش وحصل الفريق على الكاس وفقد الدوري في آخر مباراة لصارح أرسنال وفي موسم 89-90 حصل الفريق على الدوري للمرة الثالثة مع دالجلش وحصل هو على أفضل مدرب في إنجلترا وفي 22 فبراير 91 قدم استقالته من تدريب ليفربول مدربا لبلاك بيرن روفرز من 1991 وحتى 1996 وفي أكتوبر 1991 تعقد واحد من أعظم مدربين العالم مع نادي في الدرجة التانية وهو بلاك بيرن روفرز تعاقد هز أرجاء الصحافة العالمية وقتها واتهم البعض بالجنون ولكن تحسن دالجلش بالتعاقد ده كأنه كان بيتحدى نفسه وبتحدى العالم كله الفريق مع دالجلش كان متصدر الدرجة التانية لحد بداية سنة 92 ولكن فجأة الفريق مستوى نهار ويدود لحق تصفيات الصعود اللي كسبها علشان يحسم صعود بلاك بيرن للدور الممتاز لأول مرة من سنة 1966 في صيف 92 اتعاقد دالجلش مع آلان شيرر لعب توز هامتون برقم قياسي وقتها 3.5 مليون جنيه سترليني وعلى الرغم من إصابة شيرر إصابة خطيرة بعدته عن نص الموسم لإن الفريق نهى موسم 92-93 في المركز الرابع في الدوري وفي الموسم اللي بعده أخذ الفريق المركز الثاني بعد منشستر رونايتد وفي صيف 94 اتعاقد دالجلش مع اللاعب كريس سوتون برقم قياسي جديد 5 مليون سترليني وهنا صنع دالجلش ثنائي أسطوري جمع بين شيرر والسوتون وفي الجولة الأخيرة من موسم 94-95 ورغم خسارة الفريق من ليفربول في الأنفلد إلا أنه حسم الدوري بسبب فاشل منشستر في الفوز بآخر مباراة في الدوري وبكده أصبح دالجلش رابع مدرب فقط يقدر يحرز الدوري مع ناديين مختلفين وطرك تدريب الفريق بس احتفظ بمنصب مدير الكرة في النادي قبل ما يمشي تماما في نهاية موسم 95-96 مدربا لنيوكاسي اليونايتد من سنة 1997 لسنة 1998 وفي يناير 97 تولى تدريب نيوكاسي اليونايتد اللي استلموا في المركز الرابع ولكنه نهل موسم معاه في المركز الثاني ليتأهل لدور الأبطال بنظامه الجديد مع بداية موسم 97-98 قرر أنه يبيع لعيبة كتير جدا من أصحاب إنجاز المركز الثاني مع نيوكاسي واشترى لعيبة بديلة ليهم سنهم كبير زي آين راش 36 سنة وجون بارنس 34 سنة وستيوارت بيرس 35 سنة وكمان ضم لعيبة صغيرة مغمورة وراهن على فريقه ده وللأسف الخلطة دي ما جابتش نتيجة مع الفريق وحصل نيوكاسي على المركز الثالتاشر في الدوري وبعد تعادلين فقط في بداية موسم 98-99 تم إقالته من النادي وفي تعليق من أحد معلقي مجلة اندبندنت اختصارا لفترته مع نيوكاسي قال أن العشرين شهر اللي قضاهم كيني في نيوكاسي لونيتد أم أقرب حاجة للفشل في تاريخه المهنة كله مدربا لنادي سيلتك من سنة 1999 وحتى سنة 2000 في يونيو 1999 تم تعيينه مدير عمليات كرة القدم في ناديه السابق سيلتك وكان لعابه السابق جون بارنس هو مدرب الفريق وقتها ولكن بارنس تم اتقلته في فبراير 2000 وتم تعيين داردلش بعقده مؤقت لتدريب النادي وحصل معهم على الكاس قبل ما يستغنوا عنه بقدوم مارتين أونير وبعد نزاع قانوني حصل على تعويض مقداره 600 ألف جنيه سترليني من النادي مدربا لليفربول من 2011 وحتى 2012 وفي إبريل 2009 طلب مدرب ليفربول وقتها رفييل بنيتز من دالجلش إنه يمسك إدارة قطاع الناشئين في النادي ووافق بالفعل وتم تعيينه كمان سفير لنادي ليفربول وبعد رحيل بنيتز في يونيو 2010 طلبت إدارة ليفربول منه إنه يختار بديل وبالفعل تم تعيين روي هوتسون وفي بداية سيئة جدا لهوتسون طلبت الجمهير بعودة الملك للتدريب وبالفعل تم إقالة هوتسون وتم تعيين دالجلش مؤقتا في يناير 2011 بدأ دالجلش فترته التانية بهزمتين واحدة في الكاس من اليونيتد والتانية في الدوري من بلاك بول وطلع أعلن إن المهمة صعبة جدا في الريتزة حاليا بس علشان يكمل لازم يبقى العقد رسمي ومش مؤقت وبعد قرارات قوية برحيل فرناند توريس واستقدام سواريز الصحافة قالت إن دالجلش راجع لقوته القديمة وسيطرته على كل حاجة في النادي وفي 12 مايو 2011 تم تجديد التعاقد لمدة 3 سنين مع ليفر وفي فبراير 2012 حصل الفريق على كأس الدوري كأول بطولة من 6 سنين بدون بطولات وفي نفس السنة خسر الفريق نهائي الكاس قدام تشيلسي ورغم التمييز في بطولات الكاس المحلية إلى إن الفريق أنهى في المركز الثامن في الدوري كأسوأ مركز من سنة 1994 وبكده فشل ليفر في التأهل للبطولات الأوروبية للسنة الثالثة على التوالي وتمت إقالته في 16 مايو 2012 بنهاية الموسم وفي 13 أكتوبر 2017 تمت تسمية مدرجات المقاوية في ملعب أنفلد باسم مدرجات السير كيني دالجلش تقديرا لتاريخه العظيم مع النادي